المخبتون وبشر المخبتين إنهم أولياء الله الصادقون إنهم أقوام أجسادهم بالأرض وقلوبهم معلقة في السماء هم الذين وصفهم الله بقوله الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون وبشر المخبتين وبشر المخبتين هذا البرنامج من تقديم فضيلة الدكتور عبدالله بن محمد العسكر عضوهية التدريس بجامعة الأمير سلمان من إخراج عبدالرحمن بن فهد الخنفري بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبي الهدى وإمام المتقين نبينا ورسولنا وحبيبنا محمد اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى سنته إلى يوم الدين وسلم اللهم تسليما كثيرا أما بعد أيها المستمعون والمستمعات فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته كنا قد تحدثنا في الحلقة الماضية عن خلق من أخلاق المخبتين لا ينفك عنهم في حال من الأحوال وهو خلق العدل العدل والإنصاف مع أنفسهم ومع الآخرين وهم في مقابل ذلك يحرصون أشد الحرص على البعد عن الظلم وأهله وأن لا يكون للناس عليهم حق فإن حقوق العباد لا بد أن تؤدى يوم القيامة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله من كانت له عند أخيه مظلمة فليتحلله منها اليوم قبل أن لا يكون ثمة دينار ولا درهم والناظر مع الأسف الشديد في واقع كثير من الناس اليوم يجد الظلم قد انتشر بصورة مذهلة وبصورة مفزعة تدل على ضعف الإيمان وضعف اليقين بأن ذلك الظالم لا بد له أن يوقف بين يدي الله تبارك وتعالى والاعتداء على أموال الناس بالغصب والقوة على وجه الخصوص قد فش في هذا الزمان بصورة مذهلة وما ذلك إلا لتعلق القلوب بالدنيا وزهرتها الخداعة يتضح هذا جليا أيها الكرام في ظلم الأرض والعقار حيث يستولى على الأراضي وتغير منارات الأرض وقد جاء في ذلك الوعيد الشديد لمن فعل ذلك حيث قال صلى الله عليه وسلم من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله يوم القيامة من سبع أراضين وقد يكون السبب في أكل أموال الناس قوة الحجة وسلاطة اللسان أو يكون بأيمان فاجرة وأوراق مزورة أو رشاوة يهبها الظالم لضعفاء النفوس ليقتطع بها حق غيره ويا ويل هذا الظالم من الحكم العدل جل جلاله يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه فقد أوجب الله له النار وحرم عليه الجنة فقال رجل يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا أي وإن كان ذلك الذي اقتطعه بيمينه أمرا سهلا ويسيرا في أعين الناس فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اقتطع مال امرئ مسلم بيمين كاذبة لقي الله وهو عليه غضبان قال عبد الله ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله جل ذكره إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم وإن من أبشع الظلم السرقة من بيت مال المسلمين بحجج هي أوهى من بيت العنكبوت وقد نسي هذا المسكين أنه إنما يكثر خصماءه عند الله يوم القيامة لأن هذا المال هو حق لليتامى والمساكين وغيرهم من عباد الله وهو نوع من الغلول الذي قال الله في شأنه ومن يغلل يأت بما غل يوم القيامة وقال صلى الله عليه وسلم إن رجالا يخوضون في مال الله بغير حق فلهم النار يوم القيامة وجاء عند النساء من حديث أبي رافع وحسنه الألباني قال مررنا بالبقيع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أفل لك أفل لك قال فكبر ذلك في ذرعي فاستأخرت وظننت أنه يريدني فقال ما لك امشي فقلت أحدثت حدثا قال وماذاك قال أففت بي يا رسول الله قال لا ولكن هذا فلان أي يقصد قبر فلان هذا فلان بعثته ساعيا على بني فلان فغل نمرة فدرع الآن مثلها من النار تأمى الأخ الكريم نمرة كساء أو بردة عباءة كيف بمن يسرقون الملايين ومن يقتطعون الأراضي ومن ينتهبون أموال الناس فاللهم رحمك رحمك وجاء عنه صلى الله عليه وسلم كما في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة من الغزوات في طريقه فوقف هو وأصحابه فنزل أحد أصحابه يقال له مدعم نزل ليصلح رحله فأصابه سهم فسقط ميتا فقال بعض الصحابة هنيئا له الجنة رجل مجاهد في طريق غزوة ويصلح رحل النبي صلى الله عليه وسلم ويخدمه ثم يأتيه سهم فيسقط ميتا هنيئا له الجنة فقال الذي لا ينطق عن الهوى بأبيه وأمي صلوات الله وسلامه عليه كلا والذي نفسي بيده إن الشملة التي غلها يوم خيبر لتشتعل عليه في قبره نارا نسأل الله العفو والعافية يلحق بذلك كلها أيها الإخوة كل من استؤمن على مال لحفظه أو استثماره ثم خان صاحب المال أو فرَّط في حفظه وتنميته ويشتد الإثم إذا كان الاعتداء أو التفريط في حفظ المال العام كما سبق وأسلفنا أو في الأوقاف وأموال اليتام يقول الله جل وعلا إن الذين يأكلون أموال اليتام ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا وفي غمرة هذا الظلم والجشع واللهاث وراء حطام الدنيا الفانية ينسى هؤلاء الظلمة عذاب الآخرة فضلا عن العقوبة المعجلة لهم في الدنيا يقول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر ورجل باع حرًا فأكل ثمنه ورجل استأجر أجيرًا فاستوفى منه ولم يعطه أجره فأين أولئك الذين يستضعفون عمالهم وخدمهم فيأكلون أجورهم أو يماطلون في أدائها أين هؤلاء عن هذا الوعيد الشديد الذي تنخلع له القلوب أن لهؤلاء أن يفلحوا والله جل وعلا هو خصمهم يوم القيامة فخف القصاص غدًا إذا وفيت ما كسبت يداك اليوم بالقصطاس في موقف ما فيه إلا شاخص أو مهطع أو مقنع للراس أعضاؤهم فيه الشهود وسجنهم نار وحاكمهم شديد الباس إن تمطل اليوم الحقوق مع الغنى فغدًا تؤديها مع الإفلاس جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه ديناً كان عليه فاشتد هذا الأعرابي على النبي صلى الله عليه وسلم حتى قال أحرِّج عليك إلا قضيتني فانتهره أصحابه كيف يحكي؟ ويخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الأسلوب فقالوا ويحك أتدري من تكلم؟ قال الأعرابي إني أطلب حقي فقال النبي العادل المخبت الأواب صلى الله وسلامه عليه هل مع صاحب الحق كنتم؟ ثم أرسل إلى خولة بنت قيس فقال لها إن كان عندك تمر فأقرضينا حتى يأتينا تمر فنقضيك فقالت نعم بأبي أنت وأمي يا رسول الله فأقرضته فقضى الأعرابي وأطعمه فقال له بعد ذلك النبي صلى الله عليه وسلم هل أوفيت؟ قال نعم أوفيت أوفى الله لك فقال عندها النبي صلى الله عليه وسلم قولة هي ميزان للعدل ولكل من أراد أن يحكم أحدا أو أن يضع دستورا قال صلى الله عليه وسلم إنه لا قدسة أمة لا يأخذ الضعيف فيها حقه غير متعتع وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنه قال لما رجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مهاجرة البحر قال ألا تحدثوني بأعجيب ما رأيتم بأرض الحبشة قال فتية منهم بلى يا رسول الله بينا نحن جلوس مرت بنا عجوز من عجائز رهابينهم تحمل على رأسها قلة من ماء فمرت بفتن منهم فجعل إحدى يديه بين كتفيها ثم دفعها فخرت على ركبتيها وانكسرت قلتها هكذا يفعل الشباب في طيشهم وعبثهم متناسين قوة الله تبارك وتعالى ومغترين بقوتهم فلما وقعت هذه المرأة على الأرض ارتفعت بعد ذلك وقامت من مكانها والتفتت إلى ذلك الشاب وقالت سوف تعلموا يا غدر إذا وضع الله الكرسي وجمع الأولين والآخرين وتكلمت الأيدي والأرجل بما كانوا يكسبون سوف تعلموا كيف يكون أمري وأمرك عنده غدا فقال صلى الله عليه وسلم صدقت صدقت كيف يقدس الله أمة لا يؤخذ لضعيفهم من شديدهم أيها الأحبة الكرام إن الظلم صفة بشعة ذميمة لا يمكن لمن أراد السير في طريقه إلى الله عز وجل وطلب مرضاته أن يتخلق بها وهكذا هم أولياء الله المخبتون الصالحون يبتعدون عن الظلم وأهله ويحذرون من ظلم الناس لأنهم يعلمون أن الميزان دقيق تبين فيه مثاقيل الذر فنسأل الله بمنه وكرمه أن يجيرنا من الظلم والظالمين وأن يجعلنا وإياكم من عباده المتقين وأن يدخلنا واسع رحمته بفضله ومنه وجوده وإحسانه اللهم ووالدين وأزواجنا وذرياتنا وسائر عبادك المؤمنين وإلى لقاء قادم أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته